يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة NTN Night Live نهارك سعيد يوم سعيد على مصر كلها يوم جمع هذه ان شاء الله علينا كلنا النهاردة فقراتنا بعيدة شوية عن السياسة ومعظمها فقرات اجتماعية اكتر وصحية اكتر يمكن فيه فقرة شوية هتتكلم على السياسة بس مش السياسة الداخلية صباح الخير عليكم صباح الخير على شريف صباح الخير يا ايمان صباح الخير يا شريف صباح الخير يا مي زي ما مي قالت النهاردة معانا فقرات كثيرة جدا فيها فقرات فقرة طبية وفيها فقرات اجتماعية فيه فقرة هتكون عن دور لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء في الشأن السوري فيه إعداد مستشفيات مدنية في سوريا هيكون معانا دكتور عبد الرحمن جمال عضو مجلس نقابة الأطباء وهيكون معانا دكتور مؤمن الشيخ مسؤول قسم تنمية الموارد بلجنة الإغاثة الإنسانية هذا كمار هيكون معانا أعتقد فقرة مهمة جدا وهتهم خصوصا مرضى السكر طبعا السكر هم الأمراض اللي احنا ممكن نتعايش معها ولكن نتعايش معها إزاي بعض من مرضى السكر ممكن يكون من غير ما يعرفه او من غير ما ياخده بالهم بيعملوا ممارسات او بيعملوا حاجات خاطئة ممكن تضر بدل ما تنفع ممكن كمان ياخده أدوية غلط هنعرف أكتر ايه هي الطريقة المثالية للتعامل مع مرضى السكر وايضا لو فيه اي حاجات حديثة ممكن نتكلم عنها في هذا الموضوع من خلال ضفنا هو هيكون الدكتور أشرف عقبة أستاذ البطنة والقلب بجامعة عين شمس في فكرة كمان مهمة جدا الفترة فاتت تكلمنا أكتر من مرة على الإضرابات والاعتصامات المنتشرة بشكل كبير جدا في البلد سواء بقى مرة في وزارة المالية مرة في النقابة المستقلة للعملين بالنيابات والمحاكم واسمعنا بقى عن حاجات كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت كلها إلى حد ما بتعطل مصالح الدولة فيه ناس معاها وفيه ناس ضدها هل هي فعلا بتعطل هل هي فعلا كويسة هنعرف رأي الدين النهاردة في الإضرابات والاعتصامات وحيكون معانا الشيخ عبد الحميد الجهري إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وبعد الثورة سمعنا عن مشاريع كتير جدا عملها الشباب منها مشروع اسمه برنامج البوستة أنا مش عارفين هنتكلم معهم هنعرف يعني إيه بوستة وفيه كمان هيكلموا عن مشروع إنشاء يعني نموذج للدستور المصري بس الشباب هي للتعمل هيكون معانا النهاردة أستاذ نور الدين محمد نور الدين ومعانا كمان أستاذ أحمد سيف طيب هنروح راتلو على فاصر نبدأ يومنا زي بقالة ماي يوم يا رب يا رب بتضمنش أصل الظروف اليوم الدول يكون هدي يوم جمعة هدي من خلال نهارك سعيد صباح الخير اشتركوا في القناة